مناسبة لها وقعها على الجميع لما يخصص لها من احتفاء بالأم وما تقدمه الأمهات العاملات في الخصوص من مجهود مضاعف في العطاء هنا في مركز باب درنا خصصت شهادات التكريم لعدد من النساء المعطاءات في مجال أعمالهن وفي بيوتهم وخارجها بمناسبة اليوم العالمين لعيد الأم والطفل تتقدم أسرة مركز باب درنا بأحلى التهنيئات والبركات لجميع أمهاتنا الفضلات أمهاتنا في بيوتنا أمهاتنا العاملات أمهاتنا الممرضات أمهاتنا الطبيبات أيضا تم تكريم عدد معين الممرضات نظرا لتفشي فيروس كورونا لم يتم إجراء حفل كبير فقط تم تكريم عدد معين من الأمهات المتقاعدات داخل المركز أيضا تم اختيار أحد أمهات من التعليم وأيضا من الطبيبات وأيضا أثنان من الممرضات خارج مركز بابدرنا وعدد من المتقاعدات داخل المركز تشرفت سعيدة في هذا اليوم بدعوة كريمة من المركز المميز في مدينة الطبرق مركز بابدرنا الأمومة والطفولة والذي له باع طيب في خدمة المجتمع وخدمة الأم والطفل من خلال التطعيمات ومن خلال ما يقوم بها الأطباء في هذا المركز من قدمات للمجتمع ككل يسعدني في هذا اليوم نيابة عن جمعية رعاية الطفولة أن أتقدم بشكري الجزيرة على هذه الدعوة الطيبة وأتمنى للطفل والأم في هذه المدينة أياما سعيدة وأن يختفي ما يعانيه الطفل وما يعانيه الأمهات من التنمر والعنف الأسري ومشاكل الطلاق ومشاكل الفقر ومعاناة التي يلاحظها الجميع لفتة كرم طيبة من مركز بابدرنا للنساء الفاضلات التي قدمنا مجهودات في مجال التعليم والطب والتمريض من داخل المركز وخارجه وأسهمنا في تربية أجيال من الكوادر المتخصصة في مجالات متعددة لخدمة المجتمع ساهم المركز في إحياء يوم الأم بشكر مميز وبالتذكار تكريم ووفاء لهؤلاء الأمهات الفاضلات ترجمة نانسي قنقر